كتبت في أرقى صفحات يقول هذه مره يارى طويل العمر وتدل على الوفاة وعلى بين الزوجين والإخلاص يقول هذه مره فيها حياء طبيعة خلقة الله في المرأة حياوية بداية القصة أن الرجال هناك رجل توفت زوجته وكان عنده ولد صغير فكر بالزواج وما تزوج يقول خافت زوج واحد تظلمها الوليد ليتيم يوم وصل عمر ولده خمسة عشر سنة تزوج وتزوج أمرت حياوية فيها من الحياة الزائدة والحياة ممدوح الحياة يعني الحياة شعبة من شعب الإمام ولكن الشي إذا زاد عن حدها أصبح مذموم يعني قريلت كلام وحياها واجد وإذا سألها زوجها ردت بكلمة وكلمتين حياويتا جدا الرجال بدأ يفكر وبدأ الشيطان يدخل في رأسه المره هذه لعلها ما أدري صامتها هذا وحياها هذا هي تبيني ولا ما تبي تفكر في الطلاق يمكنني ظالمها ولا ما ظلمتها راح العجوز وقال يا فلانة أنا مرتي قليلة كلام وحياوية ولو أني بغى تسولف معها ما ردت علي إلا بكلمة كلمتين ولا أدري وش وضعها ولا أدري هي تبيني تهواني ولا ما تبيني أنا ما بيظلمها المره معي أنا عند رأيتها ما تبيني الله يستر على أنا وعلاها طلقتها وخلتها تروح لبيتها ورجالا رأسها طيب ما يقول هالكلام اللي رجالا رأسها طيب قالت اختبرها قال اختبرها قالت الله الله اختبرها قال كيف قالت وشلون نظامك في البيت قال أبد نظامي أرقد الليل ولقمت الصباح صليت الفجر عودت أرقد على مات زين القهوة والفطور قالت كم قال حروة الساعة هذه القصة قديمة قالت حروة الساعة قالت خلاص دور لك حية البراري في البر ولا عينت لك حية خط فامها خيط فامها ولا صليت الفجر وخلصت من صلاة الفجر وجيت ترقد خلها في يدك الحية ولا من المرأة جت بتقومك أطلق الحية وخلها تمشي على صدرك منها وخل المرأة تشوفها على يديك ولا تحرك وسو نفسك ميت تماوت ولده اسمه زيد كان يرعى بلبل صباح قال شورة سهداية الله يا ميدها العجوز قام يطويل العمر وجال يوم اللي بيطبق فيها الخطة هذه جيت المرأة تقومه واثره ماسك الحية كذا ومرت الحية عليه ويوم مرت الحية تقومه يا بو زيد يا بو زيد يا بو زيد ويا معايا الرجال ما تكلم وتصيح باقي الصوت وتقولها بيات توجد عليه أن الوقت في النهاية ولا وديها تستشهد بلبيات لكنها قالت أبيات توجد عليه وقالت يا زيد أبوك مات و الله اللي مات رجال و ما دريش تقوله وتصيح وتعزوة يوم قام الرجال يوم قالت تختبرني والله النيعة حراما عليك لين يكلم العود العود ويكلم الحجر الحجر يعني مرة فخذت ثيابها وركبت على الذلول وراحت راحت يطويل العمر والرجال بدأ فيها يحاول فيها يحاول فيها قالت تختبرني كامل الطريق المهم يطويل عمر أنها راح العجوز وقال للعجوز أنها قالت ما فيها لين يكلم الحجر الحجر والعود العود قالت سهلة العود العود الربابة والحجر الحجر الرحة حلها مع عمرتك وصلحه والقصة أطول من ذلك لكني اختصرتها لأنها في الثواني إلى أخير فجاب لها الربابة وجاب لها الرحة وقال هذا هو وفا بيمينه وصلحه وهذه من القصص التي أبطالها النساء شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة